اشتركوا في القناة مؤكدا رغبة المملكة في تنمية اوجه التعاون الثنائي المشترك والارتقاء بها الى مستويات اشمل بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين في طار اعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين من جانبه عرب وزير الخارجية الاسرائيلي عن سعادته بزيارة البحرين مؤكدا اهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة وحرص دولة اسرائيل على تطوير التعاون الثنائي مع المملكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين وجرى خلال المباحثات بحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والتحديات الاقليمية اضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي وقد قر الجانبان اعداد خطة عمل مشترك لتحديد دولويات التعاون الثنائي بين البلدين ومتابعة ما يتم الاتفاق بشأنه للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات حضر جلسة المباحثات سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهما سفير مملكة البحرين لدى دولة اسرائيل والقايم بأعمال سفارة دولة اسرائيل لدى البحرين وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية في البلدين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر